يبقى الصلاة مهمة كيف نصلي؟ تكلم ربنا عن كيفية الصلاة وتكلم الرسول عن كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي يعني شوفوا أنا بأعمل إيه وأعمل إزاي فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أنه كان يتوضأ وكان هو علمنا قبل كده إنما الأعمال بالنيات يبقى إذن عندنا ست حاجات نمرى واحد النية إن أنا رايح للحنفية ونناوي أتوضأ علشان هصلي بعد كده نمرى اتنين غسل الوجه نمرى ثلاثة غسل الإيدين إلى المرفقين نمرى أربعة مسح بعض الرأس نمرى خمسة غسل الرجل نمرى ستة الترتيب ده لأنه هو حافظ على الترتيب ده حاجزين نصلي زي ما هو بيصلي وبعدين يستنى لما الأزان يأذن الأزان أزن بتاع العشة يوم يصلي العش الأزان أزن بتاع الفجر يوم يصلي الفجر الأزان أزن بتاع الظهر يوم يصلي الظهر يبقى ده ترتيبة نمرى واحد الوضوء نمرى اتنين دخول الوقت نمرى ثلاثة استقبال القبلة فربنا أمرنا أن نحن نستقبل في أي مكان في العالم الكعبة نلبس حاجات نظيفة لبس الطاهر في المكان الطاهر وستر العورة واستقبال القبلة خمس حاجات سموها مشروط الصلاة عملنا كده الفجر ركعتين الظهر أربعة العصر أربعة المغرب تلاتة العيش أربعة يبقى أنا عرفت أهمية الصلاة وعرفت إزاي صلي أضاف لنا شوات حاجات قال لنا أحسن ليكم أن أنتوا تصلوا جماعة يبقى هو عايزنا نعمل دايما في روح الفريق ما نعملش كل واحد كده لوحده وقال إنما الإمام ليؤتم به فالإمام نروح وراه نعمل صف أمرنا بالاستواء في الصف النظام وأمرنا إن إحنا نكبر حاجة اسمها تكبيرة الإحرام الله أكبر إحرام بإيه بقى حرم علي الكلام والضحك والتنطاط والحاجات دي كلها وقوموا لله قانتين يعني ساكتين لما قالت الله أكبر دخلت الصلاة يبقى الله أكبر ركن من أركان الصلاة بعدين أقرى الفتحة وبعدين أركع وأوم من الرجوع وأسجد وأوم من السجود وأسجد تاني وأوم من السجود وبعدين كده تمت الرقعة وبعدين نكرر الحكاية دي إما مرتين وإما تلاتة وإما أربعة حسب الصلاة اللي إحنا فيها فدي هي الصلاة بتاعتنا اللي بنصلي ونجعلها صلة بيننا وبين الله علمنا بقى إن الصلاة دي المهم فيها إيه الزكر والمهم فيها إيه الدعاء ومناجاة ربنا والالتجاء إليه والمهم فيها إيه الصلة التي بيني وبين الله سبحانه وتعالى لأنها الصلاة الصلاة جاية من الصلة العلاقة بيني وبين ربنا واحد يقول لي أنا عايز أعرف هو ربنا راضي عني أو لا طبعا ما فيش ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ما فيش وحي طب أعرف إزاي بقى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب أعرف أشوفه موفقني للصلاة ولا لا لو كان موفقني للصلاة وميسرها لي وسهلة كده علي يبقى أنا في رضى الله ولو ما كانش الأمر كذلك يبقى لازم أرجع نفسي علشان أضغط عليها شوية في رضى الله علشان ندخل في رضى الله علشان ندخل في رضى الله شكرا للمشاهزة 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 لح farklı الجهاز